السلطة الجزائرية الآن هل هي أقرب لتركيا أكثر من فرنسا في بعض الملفات الإقليمية مثل مثلا الملف الليبي يعني يقيل بأنه هناك حالة من الغضب تجاه بعض القوى الاستعمارية أو مثلا في الإدارة الفرنسية تجاه الإدارة الجزائرية فيما يتعلق بالملف الليبي وأنهم يرون بأن هناك وآم بين كل من الإدارة الجزائرية والإدارة التركية لا هو شوف أولا الملف الليبي هذا يعني شأن آخر يمكن أن نفرد له برنامج ونتحدث فيه لأنه أولا طالما أنه يقف أي طرف خارجي حتى تركيا فرنسا وغيرها في الملف الليبي ويكون حضوره مكافئ للثقة الجزائري فضلا يعني يكون أفضل وأثقل من الملف الجزائري هذا عار على الجزائر وعلى المنطقة المغاربية وعلى العرب في المقام الأول على الجزائر لأنه المفروض أنه الجزائري الشقيقة الكبرى وهي القوة الكبرى والأخ الأكبر في المنطقة المغاربية يفترض أنا كنت نشوف في القضية الليبية كنت أشوفها أتصورها لو فيه نظامين شريفين يعني وطنيين عند الجارين جارين ليبيا الجار الشرقي والجار الغربي بما لهما من قوة وبلدين كبيرين جدا يعني شيئنا ما بينه أقوى جيشين في الوطن العربي أكبر دولتين في الوطن العربي أكبر ديمغرافيا في الوطن العربي أكبر جغرافيا في الوطن العربي كان المفترض أن يخلينا يا سيدي نفترض أن حفطر يدعمه سيسينياهو والسراج تدعمه الجزائر على الأقل انطلاقا من دعم الشرعية طبقا لاتفاق الصخيرات وكان على الأقل يكون الاجتماع بين حفطر والسراج برعاية جزائرية مصرية أو بمشاركة جزائرية مصرية ويفصل في النزاع لكن أي نزاع داخلي تدخل فيه أطراف خارجية متعددة سيضيع دم أهل البلد بين القبائل وسيقتل فيها الناس لا يدرون فيما قتلوا ومن قاتلوهم اليوم فاغنال دخلت على الخط المرتزقة الأفارقة أصبحت ملعب كبير للتجسس